توصلت الجلسات النقاشية الخاصة بمنصة منتدى شباب العالم بالمنطقة الخضراء في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ وذلك لمناقشة قضية انبعاثات التبغ ومدى تأثيرها على الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ضمن فعاليات قمة المناخ كوب 27 الجلسة شهدت انبعاثات التبغ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية شهدت مشاركة عدد كبير من المختصين لبحث قضية الترويج للتدخين بشكل مباشر أو غير مباشر وكيفية الاقلاع عنه والتوعية بمخاطره الكبيرة عضو حاليا وهنا لكيقولك الضوء على آثار التدخين لسا فقط على صحة البشر ولكن على البيئة وصحة الكوكب كما رأيته في الجلسة وكما سمعته فان التبغي له دورة حياة من أولى الزراعة إلى انتاج السجائر وحتى الاستخدام والقاء المخالفات له تأثيرات سلبية على البيئة يؤدي إلى إزالة الغابات وتدهور الأراضي وكذلك زيادة انبعاثات سينيوكسيدي الكربون وهناك كم ملايين الأطنان من المياه التي يتم استخدامها كان من مهم إلقاء الضوء على هذا الأمر لأن هذه حقائق مهمة نريد أن أكد أن صناعة التبغي مسؤولة عن الكثير من الأضرار اتكلمنا النهاردة في الجلسة على دور الشباب وقد إيه دور الشباب مهم على كل المستويات سواء على مستوى صناعة السياسات وجودهم وفهموهم ودريتهم بأهمية مكافحة التبغي على كل المستويات على كمان التوعية وإزاي دور الشباب في التوعية أن هما نفسهم يتوعوا وأن هما يوعوا أهاليهم ويوعوا غيرهم وإزاي يقدروا يشتغلوا مع أهالينا في المناطق المهمشة